نروح لأبو صلاح بقى ولا إيه؟ يعني لازم الرجل ياخد حقه الحقيقة أنا بس قبل ما أتكلم على كرة صلاح عايز أقول لحضراتكم يعني إيه؟ يعني إحنا نتكلم طبعا كنا بنقول صلاح يستحق جايزة دي باست يستحق البالوندور يستحق يكون أفضل لعب في العالم ودي طبعا منافسة مش هتبقى سهلة على الإطلاق وما بيحكمهاش الملعب وما بتحكمهاش الأرقام لا في حاجات كتيرة جدا بتدخل فيها أولها التسويق أولها الإعلام أنا عايز حضراتكم تشوفوا إزاي الصحف الإنجليزية يعني بالتأكيد مع صلاح في الدورة الإنجليزية سهل جدا جدا أعدلك عشر أسماء نجوم صف أول يعني لما أحط الدورة الإنجليزية أقول فيه مثلا مثلا صلاح لازم أحط جانبه رونالدو لازم أحط جانبه دي براين لازم أتكلم على لوكاكو لازم أتكلم على يعني أسماء كتيرة جدا مثلا جريليتش مثلا عندنا مين تاني في تشيلسي عندنا تشيلسي قلنا لوكاكو عندنا نجوم كتيرة جدا يعني عندنا روبين دياشف عندنا فيرجل فاندايك في ليفر بول فيه جوم صف أول ما فيش مجال أو ما فيش خلاف على الناس دي بتحتل صدارة المعشد لكن لما كل الصحف الإنجليزية لما كل الصحف الإنجليزية تصلت الضوء بالشكل ده على صلاح يعني حضراتكم شوفوا في الأسبوعين أو تلاتة اللي فاتوا دول كام مرة اسم محمد صلاح وصورة محمد صلاح تصدرت أغلفة الصحف الإنجليزية خلينا نشوف مع حضراتكم كده من الميرر مثلا أنا جايب لكم بعض المنشطات الحقيقة اللي اتكلمت على تقلق صلاح في مبارات مبارح الميرر بتقول السحابة التسعة وده طبعا إنجاز جديد ورقم قياس جديد بيحققه محمد صلاح بوصوله طبعا لأنه يهدف أو يسجل يعني في تسع مباريات متتالية لليفر بول أول لاع في تاريخ نادي ليفر بول يحقق المعادلة دي طيب نروح للدالي اكسبرس مسلا هي قالت ميرر السحابة التسعة وكلمت طبعا على النقاط الكاملة ليفر بول كمان في أول تسع أول تلات مباريات حقق تسع نقاط بالعلامة الكاملة دالي اكسبرس طيب دالي اكسبرس بتقول محمد صلاح على السحابة التسعة ويكسر الرقم القياسي للأهداف ليمنح الردز انتصارا دراماتيكيا طبعا لقاء مبارح كان واحد من أهم اللقاءات في مسابة الشامبيونز ليج ولقاء ملعار تقيل يعني مبارح ما كانش فيه لقاءات من النوع ده غير يمكن ليفر بول وأتلاتكم مادريد آه كان فيه كورة حلوة وكان فيه أهداف كتير السيتي كسب كلوب بوج 5-1 أو 5-0 5-1 لا الماتش خلص 5-1 الريال كسب شاختار 5-0 دورتموند خسر من آيكس 4-0 الانتر كسب أعتقد 3-1 فانت بتكلم على كل ماتش فيه ما لا يقل عن 4-5 أهداف لكن المباراة الأهم مبارح جماهيريا كانت طبعا الردز وأتلاتكم مادريد وطبعا الحقيقة واحدة من أفضل المباريات اللي قدمها ليفر بول مبارح برة ملعبه وقدر يكسب أتلاتكم مادريد طب نروح بعد كده لستار سبورت ستار سبورت قالت إيه؟ صلاح في حالة نشوة المهاجم يكسر رقم قياسيا في التسجيل ويخطف فوزا دراميا لصالح ليفر بول نروح بعد كده للتليجراف صلاح صلاح الرائع دي ديلي تليجراف طبعا بتكلم على أنه صلاح الرائع يصنع فرحة مزدوجة الجارديان كتبت وقالت فيه عنوانها صلاح يتقلق ويثبت ليفر بول على المصار الصحيح مترو سبورت قالت محمد صلاح يصنع إثارة مجنونة دي كانت اللقطات اللي احتفلت فيها الصحف الإنجليزية بنجمنا المصري محمد صلاح دعاية لمصر بداية بالمجان وأعتقد كمان أنه يعني دعاية لمحمد صلاح في إطار طبعا منافسته اللي بتزداد فرصه فيها يوم بعد يوم بطبعا حالة التواهج والتقلق والعبقرية زي ما أرسن فينجر مدرب الأرسنال طبعا القدير السابق تكلم على عبقرية محمد صلاح وقال أنه بالتأكيد النهاردة أفضل لعب في العالم بدون نقاش قدرته على المروغة قدرته على تطوير مستوى رغم تفوقه في السنوات الأخيرة بتثبت أنه لاعب زكي أو عبقري والعبقرة فقط هم من يصلون للقب الأفضل نفس الشهادة الحقيقة قالها جو كول طبعا نجم منتخب إنجلترا ونجم الأرسنال السابق واللي اتكلم على محمد صلاح وقال أنا كنت سعيد جدا بمشاهدته في الملعب وبيفكرني أداءه بالأسطورة البرازيلية رونالدينيو